بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميدة اليوم بالعاصمة عدن مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي الإجراءات الفنية واللوجستية لمعالجة مشكلة الناقلة النفطية صافر أكد وزير النقل على ضرورة التحرك السريع لتفادي أي تعواقب بيئية محتملة من ناقلة صافر من جهته أوضح سيد جريسلي أن العمل الميداني لتفريغ الخزان الصافر سيبدأ في الربع الأول من العام القادم 2023 وسيستغرق أربعة أشهر حسب ما هو معد للخطة الأممية